فيه لعيب أتمنى تكون شفتوه زي ما شفتوه النهاردة وانت جيبت سيرته في النص كده بس حبيتها يبقى السؤال بتاول واحده يعني بالفيردي النهاردة عمل مبارك بلاواء جدا يعني اشرحها تكتكيانو فنية النهاردة مش كتير طبعا كورتوا خطف الأنظار بالتصديات بس بالفيردي النهاردة كان مدهش في الأدوار الدفاعية والهجومية والتحولات في كل حاجة في كل حاجة والحقيقة أول واحد اخترع الحتة بتاعت بالفيردي نهية اليمين دي كان الله يمسيب الخير زيزو يعني زيزو آه زيزو لما لأ ان اصابة اسنسيو بقاطع فروباط الصليبي وغيابه لفترة طويلة ابتدى يفكر في حل يكون بر السندوق فيعني بهدل السندوق خرج بر السندوق تماما وجاب لعيد من خط النص زي بالفيردي ورح حطه في الناحية اليمين دي ليه علشان يسند مع كربخال زي ما بيقول كده اسلام لأن كربخال يعني بقاله 3-4 مواسم مستوى متراجع يعني هو عمل مباركة ويسه جدا بالزبط وهو الحقيقة برضو لين ناس لما بتيجي تقول شخصية البطل دي أحيانا بتتحول معهم لكليشي اللي هو يقولك يا عم وكل حاجة شخصية البطل بس والله فعلا هي مهمة يعني النهاردة اللي بيتفرج على الماتش عارفه وأو وصله إحساس أن ليفربول بعد كل فرصة بيضيعها فيه اللي هو فيه عدم الثقة كده في الفريق أو الفريق بيقول اي ده وهتجلنا تاني إنما ريال مدريد يعني ريال مدريد راح بكورتين على فكرة أنا لسه لحد دلوقتي مش عارف ليه جولي الأولاني يتلغى اللي هو بتاع الشوت الأول يعني ممكن نتكلم عليها وعن تفسير حالتها والكورة التانية بتاعته جولي التاني يعني ريال مدريد راح بكورتين بس سجل منهم إنما ليفربول شوف بقى يعني انت بتخيل إن محمد صلاح أول لاعب في تاريخ البطولة من 17 سنة يسدد 6 مرات ويخسر وكورتوى أول حارس في تاريخ البطولة يصد 9 مرات فدي أرقام أرقامك وزعبالي أرقامك يجنن اللي بيشك على ليفربول اللي بانتك اللي بانتك اللي بانتك